السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلاب من الالكتروني وشهر رمضان مبارك عليكم. والله يتقبل طاعاتكم ويعينكم على دراستكم بهذا الشهر. هذا التمرين ديه بكتاب النشاط صفحة خمسة وتسعين اللي هو بالكتاب هذا كتاب النشاط خسا الأصلي. هذا التمرين بيست جمل. آآ عادة آني هذا التمرين يعني حتى باليوتيوب قائل علي ان حاضره لا يوعد وان غابه لا يبتقد يعني من قد ما متأكد. خلي نقول آآ نومي يجي بالوزاري. العام جابوا الجملة. هذي. جابوها العام خلي نشوفها وحتى بعدين نرجع. نحشي. هاذا الجملة موجودة عدنا. هاي امامكم. هذي هي. موجودة الجملة هذي. مثل ما تشوفون هذي نقطة رقم اثنين. نحشي. اكمل الجملة الثانية. حتى يكون بها نفس المعنى لجملة الأولى. the first one. putting the verbs in brackets. ضع الافعال اللي بالقوس. in the present perfect simple. وخلي لي هذا الفعل ياخذ زمن المظاهر التام البسيط. اهنا. اه تتقول لي هسه هي وين الجملة الاولى وين الجملة الثانية. شو هي بس جملة واحدة هذي. خلنرجع لتمرينا. ونشوف اه شنو هما مسوين. مثل ما تلاحظون. انه هو معتبر يعني الجملة هذي. الامات والا. هذا الجملة الاولى حلها بالجملة الثانية. وهذه الجملة الاولى حلها بالجملة الثانية. فييقول لك انت هذه الجملة الاولى حلياها بجملة ثانية بحيث تكون نفس الجملة الاولى من ناحية المعنى لكن تركيبتها طبعا. رح تختلف وتصير ان مضارع تام بسيط بدل ما هي اصلا بالماضي البسيط. فهذه اول مرة التقناهم في تموز راح اصير نبدل الفعل وندخل هذا الفعل يعلم او يعرف بدل الفعل يلتقي. فاصير نعرفهم منذ. فبهذا التمرين راح نحتاج الى وفور. هذه واحدة. نحتاج الى هاف وهاز. حسب الفاعل يعني ليش? اللي اندي يقولي هو present perfect simple. لاحظوا. in the present perfect simple. بالمضارع التام البسيط. فهنا هو حسب المطلب لانه احنا قبالنا جملتين. جملة اولى وجملة ثانية. فبالوزارة من خلاها بها الطريقة هاي. اه سوي الجملة الثانية. فالترى اصلا تبقى تقول هي وين الجملة الاولى وين الثانية. هي نفس الجملة. هو يقصد هذي الجملة اعتبرها رقم واحد. وانت اللي راح تحلى رقم اثنين. بس هما جايبين نسخ لسق. مثل ما نقول نفس المطلب مع الكتاب. ويفترض هو ممكن بس يقول لي يغير لي الجملة من و الى ما يحتاج يقول لي الجملة الثانية والجملة الاولى. او ممكن يقول write a second sentence اكتب جملة ثانية بحيث اه تناسب الجملة الاصلية و الى اخرية على العموم. فاحنا هنا من صارت الجملة الثانية. وهي جملة اولى يقصد اللي يقبال عينك. فنقول المطلب موفد شي مؤثر ولا راح يشوش عليه بما انه اني يعني نوع الجملة وشكلها راح اتمكن انه اعرف هو هذا التمرين اللي المطلوب من عندنا. فنرجع. اه هنا اني مترجم الجملة فانت راح تقول اخر مرة رأيته هذا المثال الحالي خلنا شرحة ليش سوه. اخر مرة رأيته فيها كانت في الفين و واحد فتصير لم اره منذ. بحيث اهنا احنا نريد نحاول الجملة من الماضي البسيط للمظاهر التام البسيط. ويا الوقت بالمظاهر التام البسيط نستخدم سن سوفور. ذني يجن بالوقت ويا الازمنة البرفكت الازمنة التامة. هذا البرفكت. فنجي نشوف الجملة الاولى الشين اللي يسوها. عندك حذف واستبدال راح يصير بهاي الجملة. شون الحذف راح يحذفه? انه مثلا هسا عندنا هذي the last time يحذفها لان هاية بالماضي. راح نحاول المضارع التام فنحتاج ما راح نحتاج كلمات مثل last واقو ويستردي. نجي شغلة ثانية هو هنا نسي وهي هنا نفس هسو. يعني هو مستخدم نفس الفعل. بينما راح نجي يفد شوي راح نلقى مثلا مت ونو. هذي افعال مختلفة لكنهم يحملون نفس الدلالات. على العموم عندي يسو. فيقول لي ادخلي هذا الفعل الموجود بهذا القوس بالجملة وسوي تغييرات. شنو التغييرات? احنا بما انه عندي سنة. هذي السنة. هذي اللي هي الفين وواحد. اه يحتاج اقول قبل هلو سنس لو فور. وعليه لازم اتخلص من ان وات وان اللي جنوي الاوقات. يعني مثلا عندي ان تجي ويل اشهر ويل السنين فرح اتخلص منها واقول له سنس لو فور. اذا عندي مثلا ايام بيستخدم لها اون فرح الغي الاون واستخدم مثلا سنس وفور. وممكن مثلا ساعات وصيرات راح نلغي الات ونخليها سنس او فور. وحسب ما نعرفه بعدين. زين. عدي هنا انا واز. واز ما تتعامل زمن المضارع التام. فش صفة عندي? صفة عندي اي سو هير تو تاوزند وان. تجي انت بما انه راح تحول من الى من الماضي البسيط للمضارع تام بسيط. فيبقى لازم شو تضيف? تضيف لو هاف لو هاز. هو هنا الفاعل مالتي اي. الايش ياخذ ياخذ هاف. جينا حليناها او حطينا هاف وبما انه هي نفي صارت اي هاف انت. زين بعد الهاف انت احنا راح نجيب الفعل نفسه وهو هذا صار سين هير يعني صارت هاذي الاي سو صارت اي هاف انت سين هير موجودة التو تاوزند موجودة بس ضفنا لها السنس. ليش ضفنا لها السنس? لانه السنوات ينضاف لها السنس باعتبار ماكو اي اون اس جمع. نشوف الجملة الثانية. عندي ذي اتخلص منهم? اتخلص من الاغولين هيتاب على الماضي. زين هاذي راح احافظ عليها اني. هاتي شو اللي الغي? هو قايل يستخدم بي. البيت ح المحل القوت. صارت بالماضي قوت. قوت مارد. اهنا اكو طلاب راح يرتبك ويفترض انه هاذي الكلمة بما انه هي اي و دي راح يعتبرها زمن ماضي. دير بالك خاف تيجيك هاي جملة خاف على هذا التمر وعلى طريقة ترى هو الفعل مارد مجرد صفة مارد هم تزوجوا يعني او اصبحوا متزوجين وهكذا اعتبر لي هاي مو فعل. الفعل مالتك هو القوت وحذفنا. زين صفة عدي هسا ذي مارد ثري ييرز ذا اللي اللي اريدين. راح ندخل البي بدالها فصير ذي. الذي اش تاخذ من الهاب والهاس. تاخذ هاب. والبي تصير بين. فصارت ذي هاب بين مارد. لثري ييرز اضيف لهم فور. صارت ذي هاب بين مارد ثري ييرز اغو. نجي لجملة الاولى اللي هي رقم واحد واللي اجدت بالوزارة بالالفين وواحد وعشرين. هذي اللي شفتوها قبل شوية بالاسئلة. خلينا ارجع من جديد. الاسئلة يا اخوان يا اصدقاء يا احباب هذي. we first met them in july. قلنا احنا يعني هيك من باب الصدفة. انا يعني رغم ايماني انه هذا التمرين ما يجي من منا بعض. بس نقول للاحتياط مثل ما جابه بالواحد وعشرين. بس من جابه بالواحد وعشرين. يعني انت حط لو تقول ما شايف الجملة. وتعتبرها خارجية مع انه هي مو خارجية وخوا بصوة الدنيا خارجية. يعني عندك مجال الترك. تقول لي واني خاف عدي فالجملة ثانية. بالعاكس هذا يعني كتمرين يعتبر شوية نوعا ما معقد بالنسبة له واني. يعني اكو مواضيع انت تشوفها صعبة تصير هلا هلا بهذا التمرين قياسا له. يعني ممكن واحد عنده السؤال المنقول صعب يقول لك عما اروح اقرى السؤال المنقول احسن ما اضل حاير بهذا التمرين. على العموم خلنا اجي الناقش. شنو اللي ابدل راح ابدل نوع هذي تدخل بدال هاي المت. اللي هي الماضي ما الميت. اذا مبدئيا هذا ينحذف. زين. we first met. الفيرس هم تحذف. فبدل ما اقول اول مرة التقناهم راح اقول ما اقول اول مرة نعرفهم راح اقول نعرفهم. اذا اتخلصت من الفيرس والمت. شنو اللي اتخلص من ها بعد? اتخلص من الان باعتبارها لما ارضضي في وقتها انا راح اضيف لوسن سلو فور. فرح نجي. الويش تاخذ اه بالزمن المضارع التام الوي تاخذ هاف. الفعلي راح نتخلل الجملة منه هو النو والنو يصير نون. we هاف نون. ذم هاي موجودة. يبقى الجولاي هذا. شياخذ? سنس لو فور رح ياخذ سنس. سنس جولاي. وانتهت الجملة. فتحولت بدل ما اول مرة التقناهم صارت نعرفهم منذ جولاي. الجملة الثانية. اللي راح نتخلص من عنده بوت. هاد الفعل راح نخلي بداله هاف. فالبوت ينحدث. نروح نمشي بالجملة نلقي ايه long time ago. هاد الاقوت ينحذف. صفة عدي الجملة قايل هو اشترى هذه الدراجة اا اا لوقت طويل مضى. فراح نحولها هو عند هاي الدراجة منذ وقت طويل. او لمدة وقت طويل حسب الترجمة الحرفي. فنجي. الهي ش راح ياخذ بالمضارع التام? راح ياخذ هاز. فنقول هاي هاز. شنو الفعل راح يدخل هاف. الهاف شو يصير بالتصريف الثالث هاد? فصير هاي هاز هاد. نكمل عادي ذات موتور بايك. ونقول a long time الا تاخذ شنو? تاخذ فور. فصير فور a long time. جملة لبعدها. شنو اللي راح يدخل? راح يدخل عندي البي كفعل بدال الwent اليقو. وكلمة last من دلالات الماضي اذا احذف last وwent. امشي بالجملة احذف ال in. سوف اتعدي she to the dentist سبتمبر. راح نجي نقول الشي تاخذ بالمضارع التام البسيط هاز. الفعل هو نفي لين بالقوس قال لنا في فصير she hasn't. البي تصريفها been. she hasn't been. نكمل عادي to the dentist. وبعدها راح نجي نخلي للسبتمبر لانه اذا تريد تقول هالاشهر دائما هي معروفة او لانه ماكو اه عن السجة مع سبتمبر. فالحل النهائي اول معنى معلتها يقول هي اول مرة اه ذهبت او اخر مرة ذهبت الى طبيب الاسنان في ايلول. احنا راح نقول هي لم تذهب او لم تكن عندها طبيب الاسنان منذ سبتمبر. الجملة البعدها راح نحذف last هاي من دلالات الماضي. وايت كفعل ماضي. نحذف احنا مانا شغلة انه هو بالقوس نفس الفعل او لا. احنا نتخلص وبعدها ننظيف. ونحذف ال in. فعدنا بس اللي صفة من الجملة we there july. نجي اللي ويش تاخذ بالمضارع التام تاخذ هذا. الفعل نفي بالقوس تصير haven't. الايت يصير تصريفة eaten. we haven't eaten. وبعد نكمل there من نوصل الجولاي راح تصير since. ونكمل الباقي اللي هو july. فهنا شي يقول اخر مرة اكلنا هناك في تموز. فلم نتناول الطعام هناك في تموز او منذ تموز. الجملة البعدها راح نتخلص من ورح نبدلها ب b. نتخلص من ورح نبدلها ب senso for. اللي هي تاخذ has. ال b تصريفها bin. وعدنا angry هذه. اللانش تايم بما انه ما كو اي ان اس جمع فتاخذ. ونكمل الباقي اللي هو اللانش تايم. وخلصنا. الجملة الاخيرة انا قبل من اشرحها يعني. اقول هاي تنفجر عليها عبوة. يعني الله شافينا شهر العبوات. بس على العموم راح يصير بها تدمير شامل. تقول هاي الجملة الطول هاي طولها كيلو متر. راح تصفالي مترين منها. خلنا نشوف. شنو اللي نحذفه من بعدها. last time. وياها الذا هدية تحذفها. wrote or found was. واغو. صحيح? كلامي شان? راح نصير بس عندنا هي six month. احنا ش راح نجيب راح نجيب البلقاوس. نجي نقول ال هي. ال هي شنو بلقاوس ايش ياخذ? ياخذ هاز. بما انه هي نفيه هازنت. ال بيش اصير بين. ان تاتش هاي اللي هي من ضمن القاوس اصير وراها. هي هازنت بين ان تاتش. بعد السيكس منتش تحتاج لها? تحتاج لها فور ونكمل الباقي اللي هو سيكس منتش كان معناها هو او اخر مرة كتب او اتصل اه كان اه لست اشهر مضت. صارت هو لم يكن على تواصل منذ ستة اشهر. هذا التمرين انتهي ما بوزاريات ما عدد جملة نفس الرقم واحد وبعد ما اجي. يعني هل ده احنا بالواحد وعشرين بالدور الاول اجي. بالدور الثاني والدور الثالث ما اجي. بعدين بالاثنين وعشرين ما اجي بالدور الاول بالثاني. وبالتمهيدي ما اجي. يعني ما اعتقد هذا التمرين بعد ممكن يرجع بالوزاري. لكن اذا اجي احنا بديني نعرف شون نتعامل وياه. انتهى التمرين. واتمنى افتهمته. والسلام عليكم.